هل جزاء الإحصان إلا الإحصان؟ السلام عليكم أهلا بكم في قناة أرض الإحصان إسم هذه القناة مقتبس من حلم لي يراودني منذ سنين لكنه للأسف صعب المنال حاليا ومع ذلك فأنا واثق ثقة عمياء بأنه سيتحقق يوما ما بمشيئة الله إن لم أتمكن من تحقيق ذلك الحلم في السنوات القليلة القادمة فسأغرس فكرته في أبنائي كي يجعل ذلك الحلم الصعب واقع وحقيقة بمشيئة الله لأكون سعيدا حتى بعد مماتي ولأقابل ربي يوم الحساب وأنا فخور في بناء أرض الإحصان سأخبركم عن تفاصيل ذلك الحلم عندما أشعر أنه بدأ يقترب من التحقق بمشيئة الله في أرض الإحصان هناك الكثير من الأفكار الرائعة لكن تحقيق جميع تلك الأفكار يحتاج إلى الكثير من المال لذلك أنا مضطر أن أبدأ أحد أفكار أرض الإحصان بشكل افتراضي من خلال هذه القناة عبر تقديم خبرات العملية لأكثر من عشرين سنة في مجال الكمبيوتر والتصميم والبرمجة عن طريق مقاطع الفيديو المختلفة يمر الإنسان بمراحل عديدة في حياته منذ الصغر في كل مرحلة هناك شغف معين يسيطر عليه ويأخذ الوقت الكثير من حياته هل فكرت في نفسك يوما ما؟ ما هو الشغف الذي يسيطر عليك حاليا؟ إذا كان شغفك يطور من حياتك إلى الأفضل ولا يتعارض مع دينك فذلك شغف جيد أما إذا كان شغفك فقط يأكل من وقتك ولا يجعل حياتك أفضل فذلك شغف سيء إذا كان شغفك الحال سيء وترغب في تغييره للأفضل أو كنت تبحث عن شغف جيد ليجعل حياتك أفضل فقناة أرض الإحسان هي ما تبحث عنه لأن من مبادئ أرض الإحسان السعي لغرس أحد أنواع الشغف الجيد لجميع من يشاهد محتواها بأسلوب سهل وسريع يجعل حياتهم أفضل من قبل اكتساب شغف جيد جديد في حياتك الآن من المؤكد أنه سيساهم في التخلص من أي شغف سيء سيطر على حياتك لفترات طويلة الشغف الجيد الذي ندعوك للتعلق به وأصبح يسيطر على معظم نواحي الحياة المحيطة بنا هو شغف الكمبيوتر الكمبيوتر الذي يخشاه الكثيرون لاعتقادهم أنه مخصص فقط لمن درسوا علومه في الجامعة هو من أروع أنواع الشغف الجيد أنا متأكد أنك ستتمكن من تعلم مهارات الكمبيوتر الأساسية بأسهل الطرق وأسرعها حتى لو كان مستواك التعليمي بسيط أو مجال دراستك أو عملك بعيدة كل البعد عن مجال الكمبيوتر سيصبح شغف الكمبيوتر هو المسيطر عليك وتصبح حياتك أفضل مما كانت عليه من قبل بمشيئة الله ترجمة نانسي قنقر